السلام عليكم إخواني وإخواتي حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في بثنا الأسبوعي بودكاست الأثير للحديث في مجال الكنشنتولجي أو علم الوعي طبعا بثنا بيكون كل يوم أربعة الساعة عشرة ونصف بتوقيت دبي ننتظر إن شاء الله ضيوفنا الأعزاء قاني أهلا وسهلا بجميع حياكم الله يا بس مراجعة بسيطة للبث السابق قاني أكون معكم بطريقة أكد بس إنه الدعوات ياريتعمل الشير طبعا بالشير والعايك كله بيساعد أيها Väordum حسنا بجدي ما زلت وضت إن حسنا بجدي واني ونكون معكم ان شاء الله يلي هاي اهلا وسهلا دكتور عمر حياك الله اهلا وسهلا دكتورة اهلا وسهلا دكتور عمر حياك وحياك تسلم اهلا صيوف الكرام اهلا دكتور عمر يارتكم جميعا بشهر اعتقد دكتور عمر مستمعني بنتواصل معه بسم الله الله يعطيكم الله يعطيكم العرب فيك حياكم بعض طيب نبدأ ان شاء الله من هذا اللقاء اليوم او بس اليوم انا حاولت اغير الشاشة بس مش عارف مش زابطة معي ما بارف شو المشكلة لكن نعم نكمل هيك مؤقتا الى حد ما نشوف ايش نشطه واني بس اشوف امان صلت امس مور واضح لجميعا صلت مور واضح لجميعا صلت او ما كنت سميه علم الاسقاط تمام ورفي يكون لدينا فقرة ان شاء الله في النهاية نجاوب فيها الاسئلة والاستفسرات طيب اذا احد طلب دعوة لا تتنبهوني اوكي لاني شوية يعني نظري بعيد عن الشاشة علم الاسقاط هو العلم الذي يدرس اسقاطات الوعية تجارب الخرج من الجسد السفر النجمي الاسقاط النجمي احيانا يسمى وما يتعلق بها من ظواهر مثل الطف الحيوية وغيرها في مواضيع كثيرة في علم الاسقاط طبعا من الاشخاص اللي اول مرة يسمع الاسقاط النجمي هو فروج الوعي من الجسد او انفصال من الجسد الفيزيائي الى الاجساد الاخرى الغير مادية وغير فيزيائية فالشخص يختبر هنا في هذه الحالة العالم الذي يسميه العالم الاثيري او العالم والابعاد الغير مادية طيب في موضوعات رئيسية ضمن علم الاسقاط في مثلا تقنيات الاسقاط هي اهم الشيء طبعا العاليات الخاصة بالخروج من الجسد التكوين وخصائص مركبات التشسيد اللي احنا جمعناهم بمصطلح الهولوسومة التصورات والملاحظات اللي هي خارج الجسد التكوينات والخصائص وغيرها صوت واضح يا جماعة ولا في مشكلة واضح الصوت تمام ايضا التحديد تكوين الخصائص تكلمنا عن مركبات التشسيد والعلاقات بين الوعي ووعي اخر خارج الجسد والتفاعل والتواصل بين عبعاد المختلفة والدراسة طبعا طاقة الحيوية يطلق عليها ايضا تشي او برانا وتقنيات التحكم في الطاقة الحيوية وتجارة الخروج من الجسد طيب طبعا البروجيكتولوجي هو فرع من الكونشينتولوجي يعني هو احد الفروع وأعتقد انه من الفروع الاساسية ويمكن انه هو الفعل يعني الفرع الرئيسي او الاساسي طبعا اللي انتج العلم بشكل كامل هو والدوفيار طبيب برازيلي وجمع كمية هائلة من المعلومات بناءا على دراسة التجارة والتفروج من الجسد والبروجيكتولوجي هو من اهم الكتب اللي انتجها يوجد كتاب اسمه بروجيكتولوجي بهذا الاسم طعم فلاهو بحك مكثف في هذا الموضوع ودرس هذه الظواهر في كل الحضارات والثقافات القديمة والحديثة فحديثنا هو في البروجيكتولوجي احنا حرفيا نتكلم عن الخروج من الجسد هذا هو البروجيكتولوجي وهذا هي انا اعتقد انه لو نتفاعل مع الناس ما بعرف رأيك دكتورة او عمر اذا نتفاعل مع الناس واسئلتهم حول الاسقاط النجمع اعتقد ممكن يعني يساعدنا اكتر في شرح هذا الموضوع بتوفقنا رأيي ولا بتحبوا نأجل النقاشات للنهاية يمكن اليوم بالضغط فعلا سوف نتفاعل لتقاط النجم وكفاعل بيوصل المعلومة اكتر بدل ندخل الاسئلة الاخر يعني دعم كده السل مقدمة عن انه في شي اسمه اما الاسقاط او البروجيكتولوجي وهو بيدل شرب الزات والمنهجية بتاعته وبعدها اوه ندخل في الاسئلة نعم نعم اغلب الناس ما بيرفوا اصلا انه في علم يدرس تجارب الخروج على الجسد لانه دائما كان ذكر هذه التجارب انه يجي شخص ويذكر عنه نمت في المنام وفي المنام طرت الى السماوات العلاء وسافرت وجئت وكذا بينظروا اليها دائما ضمن السياقات الدينية او ضمن السياقات الثقافية ما بنظروا اليها عنها تجارب قابل الدراسة وبنظروا اليها ان حصلت على انها اشبه بالمعجزات وهذا ليس بدعا يعني من بدعا من الشعوب دائما كل الشعوب من الصينيين الى اليابان اليابانيين الى الولانيين والمصريين القدماء والهندوس وثقافة ما بين النهرين وغيرها في اوروبا كانوا يتكلموا عن الاسقطات لكن يدرسوها ضمن الفلكلور الشعبي والمعتقدات الدينية التي كانت موجودة لديها طيب في حوادث كثيرة بعض الاشخاص بقولوا انه تجاوروا بخروج من الجسل هل لها يعني ارث قديم مثلا هل تم ذكرها في حضرات اخرى او ازمان اصر؟ نعم من اقدم الكتابات المسجلة اختصت الجندي اير العرميني اللي موجودة في كتاب الجمهورية لأفلاطون وذكر في هذه التجربة ان هذا جندي سقط من ارتفاع وعندما سقط مربي تجربة خروج من الجسد طبعا بالنسبة للاشخاص من حوله هو كان ميت وكانوا على وشك انه يحرقوا كان في جنازة يعني وبعدين استيخد خلال الجنازة طبعا واخبارهم انه خاد تجربة عميقة جدا وفي ذلك تجربة خرج من جسده وبعد هذا الخروج صادف يعني ثلاث مناطق المنطقة الاولى كانت جنة غناء او جنات غناء جميلة جدا فيها الكثير من الانهار والمظاهر الجميلة جدا والناس منعمون فيها وغيرها ووجد منطقة اشبح بالجحيم كلها نيران حارقة ومشابة والناس فيها يعذبون وجد فجوة في انهم تصف اشخاص يندفعون نحو وقيل له ان الاشخاص هؤلاء الذين يندفعون الى تلك الفجوة سيعيدون الحياة على كوكب الارض يعني هم بيرجع للحياة هذا الكلام طبعا عمره خمسمائة قبل الميلاد يعني 2500 سنة اقدم من بعض الاديان السماوية فالفكرة انه فكرة التناسخ هذه كانت موجودة حتى في ذلك الوقت طبعا الجون دي هير قرر انه يعود الى الحياة الارضية فنزل استنكر عليه هذا الامر وظن انه هلويس ما شابه انقطع الصوت شمدس محمد اه اه مرجع الان انقطع الصوت تقريبا ما بتحكم في انا عندي مشكلة هنا في اعدادات الصوت ما بعرف اذا انتو بتنتظروا اني انا اصلح المشكلة هادي بشكل كامل اه ممكن نقطع البث ونرجع اذا بتكم اذا بتكم نكمل اليوم بس هتكون في انقطاعات خفيفة انا عرفت سبب المشكلة سبب المشكلة اني رافع الريزليوشن تبع البث هطوا اعلى شيء ممكن مع انه ما في فيديو او صورة اصلا فالبث بتعامل كاينو في صورة علي جدا في الجودة هذه السبب عن انقطاعات اللي كل فترة بتحصل ايش رايكم يوم انكمل والمر الجاي ان شاء الله انا عرفته الى الاعدادات اقل له الريزليوشن ان شاء الله بحيث انه ما تحصل مشاهد نعم او كامل لو هي انقطاعات بسيطة لن يمكن مشكلة هي انقطاعات كل فترة تنقطع اشي بسيط جدا بعد ان يرجع على الفيديو ان شاء الله تبع المرة القادمة ان شاء الله بصلح المشكلة عنه بطلع لي هنا اشعار وبخبرني كيف احنا بنبث بجودة عالية جدا للفيديو مع انه ما في اي صورة بنبث بجودة او اكثر بدون ما يكون في صورة هذا السبب في انقطاع طيب بتحبوا انا ممكن اتوسع اكثر في هذا الموضوع بالنسبة ان نعود لموضوعنا اللي هو تاريخ تجارب الخروج من الجسد انا بحث فيه بصراحة بشكل كبير جدا وحابب اشارككم ليش بحب دائما اني اشارك هذه الاشياء تكلم دائما عن تاريخ تجارب الخروج من الجسد لانه اعتقد انه بكشف النا الطبيعة العميقة جدا لتلك تجارب وانها شيء انساني متعلق بكل البشر تمام الصوت واضح عن الجميع منزل واضح انا ممتاز فخلونه ثواني انا حتكلم على السريع تمام اللي بده معلومات أكثر ممكن في عندي دورة يسمها لدورة الإسقاط النجم الشاملة ممكن يحضرها لكن حاطي لمحات سريعة من التاريخ التاريخ تجارب الفرج من جسد القديم قدم التاريخ البشر نفسه في حقبة ما قبل التاريخ أو الشمانية كنت ذكرت اللي هي أبحاث العالم ديفيد لويس ويليامز وذكرت أنه كان يتكلم عن وجود اللي هي طبعا أحد اللي أنا كنت في مناظرة ليست مناظرة بصراحة يعني مبثة على التيك توك مع بعض من كريط طاقة وعداء الوعي واستخففوا في هذا الدليل ما إنه هذا العالم بنفسه يتكلم بهذه الكلمات اللي أنا حقولها أو بحث أمضح حياته أفناها في صور الكوف المظلمة وكان يستغرب دائما من تشويه الصور الموجودة في تلك الكوف بمجموعة من النقاط دائما تشوفي صور الكوف الموجودة هناك مشوهة بنقاط عديدة وزعم إنه هذه التشوهات في شكل الرسوم الموجودة دليل على إنه الأشخاص بالكهف بسبب العتمة والشرمان الحسي الموجود داخل الكهف بيدخلوا في حالات مغير الوعي تنتج تجارب خروج من الجسد وفيجينز كان يشوفوا فيها رحلات الصيد فكان يرسموها كما يشاهدوها مشوهة بالنقاط وحتى كان هذا بحث طويل أنا بمضيت فترة طويلة في قراءة الأبحاث قبل الموضوع دا فعلا إن فيجينز بتكون منقطة بشكل كبير وبتكون غير واضحة فهذا السبب في تشوير اللي هو الصور الموجودة في الكهوف ففي عندنا أدلة حتى من الحضارات أو القديمة زي الشمانية الشمانية تعتبر من التقوس القديمة جدا إليها تاريخ طويل ومعقد مرتبط بثقافات القديمة خاصة في مثل مع شعبة تونغرس اللي موجود في سيبيريا كان الشمان هي يطلق على الشخص اللي وسيط ما بين عالم الأرواح والقبيلة البدائية وكان يقوم هذا الشمان بيسفر في العالم بيسموه العالم الأوسط بمساعدة كائن بيسموه الطمطم في بفوت تجربة خروج من الجسد بعد اكتراع بعض المواد المهلوسة وبعد رقع الطبول لفترة بيخرج من الجسد ويسافر العالم الأوسط ويصبح بسيط بين شعبه وبين العالم الآخر والعالم الرحاني في حضارة ما بين النهرين كان هناك أيضا مفهوم سفر النجمي موجود وفي طقوس كانت تمارس قبل ما يقوموا بالسفر إلى أي معركة كان يقوموا باستدعاء اللي هو أشخاص معينين لهم قدرة على الخروج من الجسد ويتنبؤ بنتيجة المعركة في ملك مشهور كان يستعين بهؤلاء بشكل كبير اسمه أشور نبيلا أشور نيبال فكان يستخدم مثل هؤلاء في الخروج من الجسد والتنبؤ بمصير اللي هو المعارك في الحضارة الفرعونية عندنا مفهوم الكاه اللي هو الذي يفترج من الجسد بعد الموت في كتاب الأموات في الحضارة اليونانية كنا تقدر يعني تكلمنا عن اللي هو الجندي إير لكن فيه كثير من الأمثل الأخرى منها الطوائف السريزة اليونسية وغيرها والأورفية في ثغرس وأفلاطون كثير من الفلاسفة تكلم عن الخروج من الجسد بلوتاخ أيضا تكلم عنها وزي ما يقولنا أيضا فيه مجموعة السريزة الأورفية وغيرها والأورفية كانت تتكلم في ثغرس كان أيضا يتكلم وأفلاطون كان يتكلم عنها وبلوتاخ كان يتكلم أيضا عن هذه الأشياء وأفلاطين حتى وغيره في التراث طبعا المسيحي بدأت المشكلة التراث المسيحي مع أنه فيه يعني عبارات واضحة في الإنجيل تدول على الخروج من الجسد قاصة اللي تكلم فيها النبي بوليس في أهل كورنيث كان يتكلم عن تجارب في الخروج من الجسد كان يخرج من الجسد ويشوف أشخاص عالقين في منتصف الطريق في كورنيث الثانية فيه آيات كثيرة تدول على الرحلة هذه في السماوات العليا وصفر حزقائيل وغيرها فيه كثير عديث عن هذه الأشياء في التاريخ الإسلامي فيه كثير من الحديث الصوفية والسفر خان الجسد ومبيره في البوذية أيضا فيه مصطلح الباردو بادي آآ والكتاب التبت إلى الأموات أيضا فيه حديث عنه فيه أيضا في الهندوسية أيضا فيه حديث عن الخروج من الجسد وفي العصر الحديث ظهرت هذه من القرن الثامن عشر وتاسع عشر شخصيات زي إيمانويل سويدنبورغ ديبلازك آآ ألين كارديك آآ وغيره من الشخصيات تذكرت تجارب خروج من الجسد الناس يخرجون من الجسد آآ فيه ظواهر يعني كانت خاصة بالحركات السرية زي اللي كانت في الثيوسفية آآ بلافيستكي مادام هيلانا بلافيستكي وغيرها آآ بزعت تظهر يعني حديث أكبر خاصة آآ مع بداية القرن التاسع عشر طبعا بدأوا العلماء يحاول يدرس الظواهر ويسبب التجارب للخروج من الجسد خاصة عند الاقتراب من الموت آآ فيه تم تأسيس جمعيات كثيرة مثل الجمعية البريطانية للبحث النفسية آآ وغيرها آآ من الجمعيات وآآ وبرزت شخصيات معين زي آآ سليفان مولدون روبرت منرو آآ هينري بريجيسون وآآ حتى غوستاف يونغ وعالم نفسه تكلم عن هذه التجارب آآ روبرت كروكال آآ وبعد ذلك من بداية الخمسينات والستينات بدأ يظهر لنا شخصيات زي إنغو سوان آآ يظهر لنا شخصيات أيضا ذي روبرت بروس وليام بولمان توماس كامبل وغيره من الشخصيات اللي الكثيرة اليوم في العصر هذا الحديث شخصيات كثيرة آآ بتدرب على الخروج من الجسد آآ وبتتكلم عنه مليئة إنترنت مليئة الآن بهالأولاء اللي بدرب الناس عالخروج من الجسد الناس اللي بستطيع الخروج من الجسد بشكل تلقائي الآن بيظهروا وبتكلموا بشكل يعني علني عن تجاربهم الشخصية وحتى بتشوفوا التعليقات عندي في الحساب بتشوفوا تعليقات لبعض الناس بتكلموا عن تجاربهم في الخروج من الجسد وكيف أنه هذا الأمر اللي أنا بتكلم عنه أريديوم مختبروه وشافوه ومروا فيه بشكل تلقائيا وبحاولوا طبعا لكن ليش البروجيكتولوجي مميز وهذا النقطة اللي أنا بحب يعني أطف عندها أيش اللي بميز والدوفير والبروجيكتولوجي عن كل هؤلاء اللي بتكلموا عن تجاربهم الشخصية وبألفهم مشكورين يعني ألفوا كتب سواء الأقدامين زي كتاب الأموات للمصريين أو الكتاب التبتي للأموات وغيرها من الكتابات المقدسة القديمة أو الروايات الصوفية وغيرها هذا الجود مشكور يعني لكن الشخص الوحيد اللي بحث فيه كعلم آآ بقائم على الملاحظة والمعلومات والتقنيات اللي تم تطبيقها من قبل عدد كبير من الأفراد وليس مجرد اتباع للتقاليد والخرافات آآ وقام بتحقيقات جادة من هذه الناحية طبعا كان ولدوفيرا آآ وعفوا في أعتقد أمير بحاول ينضم إلينا ثواني لين أمير مساء الخير مساء النورف مساء النورف مساء النورف تبعت معنا للفترة السابقة أنا بس أفضلت نبذة عن البروجيكتولوجي وذكرت تاريس تجارب الخروج من الجسد وذكرت أيضا في النهاية الفرق بين البروجيكتولوجي المقدمة من خلال وندوفيرا والاختناس بينه وبين التقاليد والمذاهب الروحية القديمة أو التقاليد والخلافات القديمة تمام من ناحية أنه كان يفرج من الجانب الفلكلوري إلى الجانب العملية والتطبيقي فهذا كان جانب مميز عنده وهو بيدرس أشياء معينة آآ بناء على الفائدة الموضوعية لتلك الأشياء تمام؟ يعني على سبيل المثال أضرب مثال واحد سريع جدا أنه بعض الناس كان يربط النجاح في الخروج من الجسد بوضع الشمعة في مكان معين فإذا الشمعة تعطي تأثير يعني كان يقوم بالخروج من الجسد في حضور الشمعة إذا كانت تعطي نتيجة كان يذكر هذا الشيء إذا لا كان يعتبر أن هذا الجزء من التصوف والفلكلوري التابع للمجموعة القديمة الأولى اللي هي الفلسفات والأديان القديمة والخرفات وغيرها فما كان يضاحف في البروجيكتورجي فهو نقح عمل البروجيكتورجي زي المدخل مندخل فيه كلام كثير وبيطلع من النهاية بلية خلاصة أو الزبتة في الموضوع اللي فعلا توطيك تخنيات قوية وفعالة وساعدك في أنك توصل تجارب الخروج من الجسد لمنهجية علمية أكثر وضع طيب فيه أي ملاحظة عن النقطة السابقة ولا ننتقل للتوافق أوكي أنا ويسا عاوزة أن أرجع شوية فقوة وراء لأنه يمكن في الأسئلة نبهنا الموضوع طبعا ما قصرت تكلمت عن ما هو علم الإسقاط أصلا ويعني شو إسقاط لأنه في ناس حتى في التعليقات كانت قولوا قصدكم إسقاط نجمي فمعلش أنك إحنا ما وضحنا الموضوع يعني هو الإسقاط النجمي طبعا ما منقول إسقاط إسقاط نجمي وعنده أسماء تانية كثيرة زي ما ذكر المشروع عن ديس قبل شوية الحرب بس أعمل عليه وسترس وشوية كده توضيح زيادة ليه علم الإسقاط أو الإسقاط النجمي مهم في دراسة الكونشينتولوجي أو علم الوعي شجر على قل إذا ما سكنا الإسقاط النجمي أو حبينا نسميه برضو الإنبثاق الوعي كأسم أحسن اللي هو انفصال الوعي عن الجسد المادي مشروع زي ما أحد ذكر في التعليقات إذا أخذناه كده كممارسة فهو في حد ذاته ممكن ناس تشوف إنه ممارسة روحية أو ممارسة تبعا قيلة عنهم إنه نقطة دكتورة نقطة كثير مهمة بل الموضوع الوعي والروح كلامنا إنه الوعي هو جوهر الإنسان وإنه يدقل بين الأجسام الأربعة المتاحة إلوه يعني جسم مادي جسم فيزياء طاقي عفوا جسم أثيري جسم عقلي هو يدقل بينهم ولا يخرج ولا يدخل يعني فيش يدخله نعم ما فيدخل خروج يس فهو بس كأنه وعي كوي بيكون أنت في اللحظة دي لكن أنا حبيت أتكلم عن فكرة إنه الإسقاط النظمي أو المسميات الأخرى هو في حد نفسه ظاهرة طبيعية ممكن ناس تشوفها روحية ممكن ناس تشوفها تبع عقيدة معينة لكن هو ظاهرة طبيعية ممكن تحصل لجزء كبير من الناس بتطوية تلقائها أي ولي كل الناس بتحصل خلال منهم بس ما كلوا بيتذكروا لكن أنا قصد حكة واعي أنه هو بيتذكروا الناس في ناس كتير بتحصل لهم بطريقة تلقائية وفي ناس بيحتاجوا يتدربوا عليهم لكن البروجيكتولوجي عمل شيء والكروجيكتولوجي العمل هو إنه درس هذه الظاهرة باستخدام أدوات علمية فبيقع علم هنا بس لأرى ناس كتير بتفلط بين الحاجتين لا أقول لك هو ما علم هي مبارسة روحية أو هو ظاهر نعم هي مبارسة روحية لكن تمت دراستها في علم الإسقاط باستخدام أدوات علمية اللي بحث العلمي والتوافق الحنجير وبعد شيء نتكلم معنا وبالتالي أصبح علم يعني زي من بول أنه إنه أي ظاهرة ملعن في النهار هو بيدرس بوايا سواء كانت طبيعية أو روحية أو غير رب يدرس لكن لما نستخدم فيها الأدوات العلمية هي سمعن طيب النقطة التالية طيب برضو هنستفيد منه هنستفيد شرم من أنه ندرس إسقاط ناجبي في فوائد كثيرة ممكن لأنني أحب هنا بس ربطها بعلم وعي كيف ندرس الوعي من خلال الإسقاط الناجبي لو نذكرين كنا قلنا من خصائص الوعي أنه متعدد الأبعاد طيب متعدد الأبعاد يعني ما موجود الآن في الوعب في البعد فقط المادة اللي إحنا موجودين فيه عشان الحاجة دينشين فأحنا كل شخص فينا فعلا يختبر هذا الموضوع ما بس يسمع في كتب أو يحكو له ناس لأنه برضو علمين ورن بيشيخ على إنه إحنا ما نرد الكلام مسلم بي ونجرب في نفسنا فكيف نجربه نجربه بإيه نطلع من هذا الجسد المادي أو يعني إذا انصح القوى نشوف الوعي خارج الجسد المادي نختبره خارج الجسد المادي فالوسيلة الإحيان ثانا ممكن نختبر بيها الوعي خارج الجسد المادي نشوفه في كل الأبعاد اللي تكلمنا عنها قبل كده وكمان ممكن نشوفه في حيوات أخرى يعني برضو قلنا من المزايا وتعدد الحيوات هي الإسقاط النجمي وبالتالي الإسقاط النجمي أو الانبتاق الوعي هو أداء بيستخدم علم الوعي عشان يدرس الوعي دي الأهميته بالنسبة لعلم الوعي أكيد عنده فوائد تانية كتيرة بشوان دس من دس متكلم عنها في الخساب وممكن يقولها بعد شوية لكن أنا بس حبيت أربط لعلم الوعي ما أخذ علم الإسقاط كشي أساسي لأنه الأداء بتاعتم يعني زي كأن الناس بتدرس الوعي كلها أوكي يلا إحنا كلنا حنتعلم الإسقاط النجمي والناس تتدرب عليه ويدرب عليه عشان إحنا فنستخدم كأداء ندرس بها خصائص الوعي بنفسنا مش يجي شخص يحكي لانا عننا بعد كده نرسل تجاررنا دي ونحلنا ونصل للتوافق عن حنتكلم عنه بعض شوية بس أتمامكم كدر تتوصل لانا علم أيها دكتور أكيد والسلطية خلنا نتكلم عن موضوع الحقيقة أو عفوا عن موضوع الحقيقة الموضوعية والذاتية ومهمية التوافق في هذا الموضوع هذه نقطة كثير مهمة بصراحة وأنا حابب ألفت النظر إليها البحث العلمي أو في هذا الحال وفي تجاوب الخروج من الجسد فيه افتبارة شخصية للباحث تمام وهذه منهجية بنطبقها في الإسقاط النجمي بشكل شامل وهذا اللي بعجبني في الكونشانتولوجي وقبلها في الأرواحية بعجبني هذا الدمج ما بين وكنت توصلت إليه حتى قبل خلالت أليف كتابي توصلت إلى هذه الفكرة إنه لا يكتمل فهم أي شيء إلا بدمج العناصر الثلاثة اللي هي تجربة شخصية الفلسفة والعين بدون هذه الأشياء لن نصل إلى أي حقيقة كاملة أو مطلقة وهذا موجود على الفكرة لما أجلس أنا أحيانا وهذا نادرا لكن أحيانا أجلس وتأمن الميراث الديني القديم يعني يعني مثلا النبي إبراهيم عليه السلام أول ما بدأ يفكر في عبادة الله بدأ يفكر في الشمس والقمر ولاحظ كيف أن الأمر يزول بعد فترة والشمس سزول فأنه لا يمكن تكون هذه آله هذا استجلال عقلي بعدين بعدين طلب من الله أن يحيي الموت أمامه فأعتقد كان جمع طير مفرق على عدة جبال بعدين اجتمع أمامه أمامه مشاهدة مباشرة هذه تجربة تجربة عالمية عرفيا هي بعدين طلب أن يرى الله فهذا كان ليطمئن قلبه هذا هو عين اليقين نسمون صوفية أعلى درجات اليقين لينتظروا المباشر فهذا كان من أول الأسئلة اللي كانت في كتابة الأرواحية لكارديك فالفكرة أن الدمج من المسائل الثلاثة هذه هي اللي يصلنا إلى المعرفة بعض الناس يندمجوا كثير في المعرفة الموضوية أو المعرفة العلمية وبيعتقدوا أن المعرفة العلمية أو الموضوية هي الطريقة الوحيدة للوصول الحقائق وهذا قراء يعني حتى العلماء لا يزعمون هذا الكناب هي أداء أو وسيلة ساعدنا على الوصول إلى يعني درجة أكبر من الموثقية في كل سمية فهذا نحن نتعامل مع في هذه الحال في تجارة الخروج من الجسد التوافق نبحث فيه في الروايات الفردية يعني نحاول نجمع روايات للأشخاص عن تجارة الخروج من الجسد وأنا ممكن أشرح لكم إياه الموضوع هذا لكن ممكن أعطيكم مثال عملي من حياة العملية وممكن من هنا تلمح وأهمية التوافق يعني إيش معنى التوافق وأهميته في حياتنا اليوم على السبيل المثال في تجارة خارج الجسد وأنا كنت تكلمت عنها من بداية 2007 وأي 2000 أتتكلم على نية تلعانها ذكر تجارب وموجودة موثقة المهم اللي بضحك إن اللي حاب بينكر الموضوع الموثق يعني أنا في موقع بيت الصفة الكويت من بداية 2008 بدأت أتكلم عن تجارب خارج الجسد وكنت أصل في مدن مدن مثالية بعيش فيها الناس براحة وباستلخاء وبعيش فيها في تكنولوجيا وتطورة أكثر كثيرا من العالم الذي نحن نعيش فيه الآن وذكر التفاصيل عن تلك العوالم يعني أي فكرة أني لما بدأت طبعا بدأت أخوض تلك التجارب عفوا أقرأ أكثر عن تجارب الخارج من الجسد بدأت أصادف يعني قراءات من كسمية أو تجارب فردية وحيانا تجارب بوسطة يعني وصطة روحانيين أذكر منهم مثلا فرانسيسكو شيكو شافير مشهور جدا في برازيل وكان وصيط روحي واحد الأرواح اللي كان وصيط لها كان اسمه لويس كان كان أحد الأرواح هو لويس وكان يصف لدي يعني له بعض المدن الأثيرية مدن أثيرية بعيش فيها الأموات بعد أن يغادروا هذه الحياة بعيشوا فيها وبتكون فيها مستوى تكنولوجي شوي متطور في فلم حول الموضوع هذا إذا مهتمين اسمه أسترال سيتي موجود في 2010 أعتقد كان موجود ممكن تشوف هذا الكتاب أو بالبرتغالية اسمه نوسولار نوسولار أو موطننا بال فوصف المدينة اللي تكلم عنها قريبة جدا 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 من ما رأيته تمام فتخير يعني فأنا لما أشوف هذه الدرجة من التوافق أقول في هذه الحالة لا التجربتي لم تكن مجرد مثلا يعني مجرد أوهام ذاتية أو شخصية لا ما صادفته يتوافق مع مع أشخاص آخرين حول العالم نفس الاشيء طبعا بنطبق مع الأكاشي كان لدي زيارة إلهاب فديث عنها من سنوات طويلة قبل أن أقرأ عن الأكاشي فلما قرأت في الإنترنت ووجد أن أشخاص بيصفوا مكتبها فيها كل ذكرات البشرية والتاريخ البشر الكامل المسجل فيها وكذا لم أشعر بغرابة الموضوع ليش لأنه خدت هذه التجربة ووجد توافق مع أشخاص آخرين تمام يعني الخطوة الأولى تمام فيه دراسة تجارب الخروج من الجسد وهذا اللي أبدع فيه وولدو فييرا وأغلب الناس لا يستطيعون أنهم للأسف طبعا أنا فهمت هذا الشيء لاحقا فيه أسرار كثيرة فهمتها فقط من خلال التوسع في قراءة تجربة عدد كبيرة من الناس عدد هائل من الناس لما قرأت تجاربهم وقرأت كتاباتهم بلأت أفهم بعض الأشياء منها هذه الأشياء الخطوة الأولى هي أنه نمتلك تجاربنا الشخصية وهذا من كري الوعي وعداء الطاقة عفوا من كري الطاقة وعداء الوعي ما بيقوموا فيه ما بيقودوا تجارب شخصية ولا يريدين نخوض تجارب شخصية والمضحك أنه الآن أعرف لماذا أنا حرفيا لما قرأت كثير من شهادات الأشخاص خارج جسد والعالم الأرواح وعالم الخارجي كيف يدار بدأت أصلا لماذا لا يطرحون حتى هذه الأسل هذه الخطوة الأولى نمتلك تجاربتنا الشخصية والخطوة الثانية نبحث عن توافق مع الآخرين مع روايات الأشخاص الآخرين أو أفراد الآخرين خارج جسد عندما نحصل عن هذه التوافقات يمكن لنا أن نقول أنه لدينا رؤية للواقع خارج المادي أو خارج الجسد وهذا اللي قام في وولدو فييرا مشكورا ينعمل هذا المجهود الهائل بتجربة الشهادات الشخصية العدد هائل من أشخاص وحتى هذا معتمد قانونيا لفكرة انت كاثر الشهود والمضحك أنه حتى معتمد دينيا هذا يعني هذا الأمر الجرح والتعديل في علم الحديث أنه إذا اتفق الروا يعني جمع عن جمع أمن تواطئهم على الكذب أنه حتى في المراجع الدينية نعتبر أنه توافق الشهادات دليل على صحة النص أو صحة فصدر النص فهذا حتى معروف منذ القدب معروف أنه إذا الشهود يعني توافقه إذا في الغالب يعني هما صادقين فما بالك لم أجد في الحياة وفي الوجود البشري كاملا توافق مثل التوافق في تجارب القرية من الجسد لم أجد في التاريخ البشري بأكمل حتى هذا الشيء من الشمانية يعني قبل الأديان السماوية حتى والأرضية من الشمانية القديمة وعصر ما قبل التاريخ إلى البابلية إلى الفرعونية إلى اليونال القديمة إلى العصور الوسطى إلى الهندسية والبوذية إلى العصر الحديث لا زال الناس حتى في غرف الطوارئ يتحدث عن تجارب الخروج من الجسد يعني يعني لا توجد أنا لا بتيش أكون من حاج لكن لا يجد أي ظاهرة اجتمع عليها البشر من كل الحضارات والثقفات والأيواذ والعراق واشتركوا على الحديث عنها وإثبات وجودها مثل ظواهر الخروج من الجسد ولكن بعض الناس اللي يزال في هذا اليوم عيش في عماء كامل طبعا الناس اللي ما بيبحثوا وما بيدرسوا ولا يضقحوا وبس جلسين هيك على الانترنت وبقرؤوا أي صفحات هنا وهنا لا يستطيعون نلمح هذا الشيء مثل الباحثين هذا تاريخ عمره أكثر من 200 ألف سنة موجود منذ بدأت الأرواح البشرية تدخل التجربة العنضية مشترك في كل الحضارات والثقافات وكل هذا يعني كل بشر بفتلفه في كل شيء إلا في هذا بينه في تجارب بيخرج فيها الوعي الإنسان من جسده والغايم ارفع وعالم أخرى وثم يستطيع نعوده إلى هذا الجسد ونخاطب الناس بما شاء هذا لم أجد له يعني ناصع ناصع البياض لأي باحث حقيقي لكن لما تجي الإنسان المتوسط العادي الذي لسه الذي يعني نصيب في البحث والعلم والدراسة لا يستطيع أن يرى هذا الشيء لا يستطيع بسبب الحواجزة الفكرية وأشياء أخرى أنا تعلمتها بعدين فهمت لماذا هذا الأمر موجود لكن يعني غوند فييرا يعني هو حب أن يدرس هذا الأشياء بطريقة علمية فلا يأخذ الشهادة شخص واحد أو شهادة الشخصية يبع أنه ممارس مطقا للخروج من الجسد كان يأخذ شهادات كل الناس ويجمع ما هو واتفق عليه أو توافق ويسميه وبعدين بيضعف البروجيكتورجي من أمانة الرجل طبعا فهذه النقطة المحسوبة له وهذا النقطة اللي نقلت دراسة تجارب الخروج من الجسد من الشهادات الشخصية وفي الكلور الديني والخرفات إلى الدراسة الموضوعية والعلمية والتي يجب أن تأخذ على محمل جد بناء على هذه التوافقات لأن هذه التوافقات تدخل بعض الناس في السجن ويحكم عليهم أحيانا بالعدام ان تكاثر الشهود على شخص يعني أنه شخص بعض الشهود شافوه ويدخل إلى مكان جريمة في الوقت كذا وبعض الأشخاص شهدوا عليه مثلا فأمون معين هل بقدول حبل المشرقة حرفية إذا الشخص بينكر هذا أن الشهادات الشخصية المتوافقة ليست دليل على حقيقة موضورية إذن أنا أدعو من منبلي هذا أنه يطلق صراح كل المدانين بجرائم قتل بناء على الشهادات الشخصية أو توافق شهادات الشخصية يطلعوهم كل يعني إذا أنت بتنكر على مر الحضارات والثقافات والأديان وكل الناس يعني كل الثقافات والأديان والبشر هؤلاء على مر التريف تنكر كل ما قالوه على مر 200 ألف سنة أنا أعتقد أنه يعني هذا الشخص عنده مشكلة حرفية في فهم معنى المعيش والموضوعية فعشان هيك بالنسبة إلي يعني هي ليست مجرد استدلال عقلي هي شيء عام بكثير من ذلك تفقد هيك النقطة إحنا خلصنا ممكن نأخذ الأسئلة والسفسرات الآن نعم نأخذ الأسئلة ممكن تفضيهم دكتورة بكثير من ذلك عادي الأول ما هو الإسقاط الخطير بل نحن أجاوب أنا علي بما لدي ممارس الإسقاط العجمية نصار لدي 20 سنة بممارس الإسقاط العجمية شايفين عندي مشكلة إذا كان شطير مفروض ما أكون معاكم يفترض فأعتقد هذا الجواب كافي نعم أسأل أي وبالضغط على الإجابة السؤال الثاني حالة أعرف الفائدة من الإسقاط النجلي إنا ذكرنا هذا الإش أعتقد في فيديو عندي وبنصر الناس يدخل عندي على الإحساب ويطلعوا أكثر شيء لكن في فوائد كثيرة للإسقاط النجلي أهم ما هي استعادة ديكريت نروفية لازم نتذكر أن البيئة الغير مادية هي موطبنا الحقيقي نحن لم ننشأ ونعيش في العالم المادي نحن لسه مجال الذرات ننتمي للعالم السارج المادي هذا عالمنا الحقيقي هذا ديكريت الحقيقي تقع هناك عندما نتذكر هذا العالم أو نعيش هذا العالم وننتصل بتاريخنا الأوسع بوزدنا الحقيقي أشبه بحلم نكون نعيش في فترة مؤقتة وعندما نستعيد كل ذكريتنا الحقيقية فيعني فما بجد أنا أهمية أكبر من ذلك العثور على معنى الحياة أو البرنامج الوجود الخاص فيك واستعادة ذكريتك الروحية أعتقد أن هذا أعظم شيء ممكن تساني بحث في حياته والبحث عن معنى وقيمة عن الحياة كيف يكون لك معنى وقيمة في حياتك إذا كنت تعتقد بأنك جزء بسيط من وجودك الحقيقي أكيد من أن تستطيع شارك بالبحث عن المسار في الميدان المادي مسار يعني محدود جدا ما بعض دائما فائدة أي دائما الفز السفاطة من نجم أو المساق الوعي بيساعدك دائما أنك تثبت أن أنت أكبر من حكاية الجسد أنت أكبر من فكرة أنك مادة فقط أول مشاكل نفسية لما نكون محدودين البثاقة الوعي وإسقاط النجمي يخلي عندك القدرة على فهم وعي بشكل أكبر بذلك معالجة واقعك بشكل أوسع بتشوف نقطتك من ما كان أرعد إذن كمنا دكتورة قالتها قالت لما قالت إحنا نستخدم البثاقة الوعي كأداء لمعرفة الوعي حد عشان نقدر ندرس وعينا عشان نقدر نقيم أنفسنا مشاكل حقيقي ومشاكل مادي أكثر منه جزء معين فقط مادي إذن أنا عندي مشكلة نفسيا أشغل بألم في جسد فقط لأنه مادي لا هناك أمور أخر هناك أمور نفسية ما رح تقدر تتعاول تتعاول معها إذا ما فهمتها أن فيه شيء أبعد في شيء أكبر وهو وعيك وما حتى تقدر تدرس هذا الوعي إلا إذا جربت هذا الخروج أو خلينا نقول هذا الإسقاط أو نقول هذا إنبثاق الوعي أو اتخال الوعي من مركز السومة اللي هو الجسد إلى مركز السايكو السومة اللي هو الجسد الأثيري من هنا الإسقاط النجمي لي فائدة كبيرة أنك أنت تفهم الظواهر التي لا تفسر عن طريقة المادة كثير تسير معامل أحداث ما دقدر نحسيرها ماديا دائما بنروح للفرافات دائما بنروح لأمور السحر ونروح لأمور الجن والشياطين بينما هي تكون جدا سهلة وبسيطة إذا كان بس تفهم أنت تقدر تسوي إسقاط نجمي أنت تقدر تنبثك خارج وخارج جسدك بشكل أوسع إذا فهمت هذا الشي سيكون فائدة كبيرة لك ويكون لديك القدرة على الصلابة النفسية سيكون لديك قدرة على النرون العقلية هذه الأشياء كثير مقلوبة في هذا الوقت لأنك أنت ستشوف هذا الظواهر ستحاول تفسير عما ستلاقي ليه تفسير ستشوف في قدرة عقلك فهي هنا مرة فائدة كبيرة أنك تفهم بثارة قراء أو شوية تسقاط النسب عندي السؤال في أحد يطلب الإضافة هنا في الجسد نعطي له إضافة نسمع رأي وعلي شو رأيكم ما عدل خلصت الأسئلة إذا خلصت الأسئلة عفوا خلصت الأسئلة الأول تمام بعدين نشوف نجد أن نضيف يعني في سؤال بيقول أنه كيف نشوف البيئة خارج الجسد هل الرؤية هل تكون مثل رسمة ملونة وغير واضحة؟ أول شيء بيئة الخارج الجسدية مختلفة تماوان عن البيئة اللي بنعيشها في الحياة اليومية اللي بنستقبلها بحواتنا الخمسة لازم نعرف الفرق الهائل في في الإدراق حتى للشخص حتى في مدنة المادية ممكن نقول عن المادية الشخص الأعمى صعب نتحدث معاه عن مثلا الألوان ما عنده كونسب للألوان ومش فاهم شي يعني ألوان حتى مرة قرأت أو سماعت لشخص أعمى بيتحدث عن اللون الأزرق بيقول الناس يخبروني إنه اللون الأزرق مشترك بين البحر ومشترك بين البعض أنواع العنب يعني لون الأزرق أو السماء مش عارف ايش المشترك بين الأشياء المختلفة هذه لأنه الحواس أو حساسه لكل واحد منهم مختلف بشكل كامل ما عارف كونسبت الألوان فالبيئة الخارج الجسدية مختلفة تماما بشكل هائل جدا عن البيئة المادية نحن نستقبلها الآن المراحل الأولى أو عند الفروج من الجسد المستويات الواقعية القريبة جدا من المستوى المادي بتكون يعني نوعا ما مبنية من الانطباعات الحسية البشرية بنسميها أو المنطقة الزمن الفعلي وبتكون قريبة جدا وهذا بيدي إحال لبعض الناس أن ما يرونه الآن هو العالم الحقيقي وهذا غير صحيح عندما نخرج من جسد نحن نكون سكان للعالم الأثيري وليس العالم الفيزيائي فالبحث عن توافقات مع العالم الفيزيائي هو مغالطة منطقية في هذا الحال ما نختبره الآن هو العالم الذي لا يمكن لنا الإحساس به عشان هيك ممكن نختبر مثلا أفكار الناس مشاعرهم حسيسهم أشياء غير مدية الأشخاص اللي عندهم حساسية طاقية عالية ممكن يشعروا بحسيس ضيق كبيرة لكن لا يستطيعون وضعها بالكلمات أو وضعها في تصورات محددة وواضحة لكن يشعرون بالطاقة سلبية هذا المميز يعني العالم العقلي ما يسوده والعالم خار الجسد ما يسوده هو الفكرة الفكرة هي اللي تسطع كل شيء المشاعر العقلية وغيرها اللي يمكن أن نخفيها الآن بأقنعتنا السلوكية في العالم خارج الجسد اللي هاته غير موجود كل ما تفكر فيه ظاهر والما تشعر به ظاهر كله ينعكس عليك لا تستطيع أنك تخفي شيء فممكن تنظر إليه العالم الأثير الصافي أو العقل الصافي على أنه نقيد العالم الأثيري كل ما تستطيع أنك تخفي في العالم المادي يظهر بشكل جري في العالم الأثيري والعقس صحيح عسادنا المادية تصبح مجرد فكرة ممكن تغير شكل خارج الجسد كما تريد بأي شكل تريد فممكن تنظر إليه اللي هو شيء معاكس للعالم المادي أكثر من كونه عالم يمكن أن نستعير فيه أي من المصطلحات أو الحسيس أو الأشياء اللي ممكن نستخدم الفيلم السواء المادي أعتقد هذا في أبوين كمس أضيف بس أضيف شيء بس أبسط الكلام أكثر أو ممكن بيعرف حلان أشوف لما أخذ شيء سيد المسوي لما قلت سيد محمد أنه سيكون في حالم الافتراضي أي من عالم الوقت المدام المحاضر ستشوف العالم كما هو لكن فيه سنات اللي هي المشاعر حقتك قد تؤثر على المنظر تؤثر على الأشياء حولك يعني ممكن أنا في حالة الخوف حتلاقي لأنه الأمن بإنتخار سيوسيناتك أصلا أو خلينا نقول حالة العقلية حقتك فيها خوف فيها مجهول خوف فيها مجهول فيؤثر عليه بينما الأشخاص آخرين يشوف حتى ألوان ما يقدر يشوفوها في العالم الواطع حتى ما يرجع ما يقدر في السبب لأنها حتكوين فوق عقلية فوق القدرة مات على وصف نعم أفضل كنا بحق عادة يعني كحبت من السابق ولذلك بدأوا الناس بيقرأ أكثر فعلم الإدراك الكوغنيتوف ساينز عشان يدركوا أنه يعني الإدراك البشري هو مجرد توافقي توافقيات معينة تمام يعني أضرب مثال بس عشان الموضوع الكبير جدا إن شاء أطول فيه لكن مثلا لون الأبيض هو وهم ما في شيء اسمه لون أبيض هو ناتج عن أنه كل الطيف اللي هو الألوان السبعة تبث بنفس الدرجة نفسر علينا لون أبيض كما في شيء اسمه لون أبيض هو مزيج من عدة ألوان إذا ما استخدمت ماتشور زجاجي ما حتلاحظ أنه اللون الأبيض هو مجرد ألوان سبعة وتبث بنفس التردد نفس الإشي بالنسبة لي مثلا إحساسك بالصلابة تتمسك بجسم تقول أنه صلب لكن علماء الفيزياء اليوم يقولون أن أغلب الذرة فراغ من منكم يشعر بالفراغ الموجود في الذرات عندما يمل أي جسم صلب كل ما تشعر به هو تنافر ذرات يدك مع ذرات الجسم الصلب هذا وهذا التنافر هو ما يعطيك الإحساس بالصلابة عشان هيك الصلابة تشعر فيها حتى في الأحلام لأن أحساس عقلي وليس شيء موضوعي موجود في العالم الخارجي حرفيا يعزائي يعني بجيش أدخلكم الآن في متاهة ممكن ما تطلعوا منها الآن لكن ما تطلق عليه الواقع هو مجرد توافقات اجتماعية تقول إن هذا الشيء صحيح إذا آخرين اتفقوا معي اجتماعيا أنا أنا يست يقول كلام وعن ما نطلق عليه الواقع هو ما نتفق على أنه موجود وأي شيء يعني يحصل شخص مثلا نشوف واقع آخر لا نتفق معه إذا هو غير موجود هذا تعريف للواقع وشيء مضحك لكن صحيح هو بس كده نكر أقصيد لمبارسة لمشطفى محمود حصلت معه قامت مجمي بش صدفي بش طريق الصدف دليل على أنه التوافقية هنا ظهرت عنده في التجربة حقيته بشكل قوي جدا أنه سمع أصحابه صائدين من أصحابه بيتكلم في موضوع معين ولما الصحي من حالة البثارقة قدعوا تصار على الصاحب وقال أنا حلمت فيكم بأن كنتوا قاعدوا تتكلم في الموضوع ده وكنتوا في المكان الفلان فأرد عليه الآخر أنه فعلا إحنا كنا في المكان الفلان وفعلا كنا قاعدوا نتكلم في الموضوع الفلان فأرد الضقية هنا بين المنطر وموجودة على اليوتيوب كما يضح بينا هذا هذا الألام صحيح نعم وإنه نبقى لو لأعتقد بوجود شيء أعتقد بوجود شيء غير أنه الإنسان أكثر هو بدأ شخص مادي يعني أعتقد شخص علمي مادي وأشخاص كثر يعني زي عندما نتحدث معهم يعني في كتاب اسمه The Mediables لألين كارديك وكان يوجه للماديين هذا كان في 1850 تقريبا 1870 أو 1878 تقريبا يعني من ذلك الموقت كانت النظر المادية سائدة وطاغية يعني لهذا اللحظة اللي احنا عايشين فيها الآن بعض الناس فعلا يعتقد أنهم مجموعة من الذرات المتكتبين التي في مرحلة معينة من التريج سوف تتبع ثروة سينتهي أمرهم إلى الأبد لن إلى الآن وأعتقد أنه بعض اللي بتابعونا حتى في الباسفر بيعتقدوا هذا الشيء إشي اللي بنت في هذا الأمر تجارب اللي مر فيها مصطفى محمود أو اللي احنا بنمور فيها وإذا أنت يعني محظوظ يعني بتمارس تجارب وتخرج من الجسد بالإرادة تقدر تنفي الإشي هذا بشكل كامل يعني تخرج من جسدك الآن الليلة وتشوف شيء وتتأكد أنه موجود فعلا أو تتخاطر مع شخص آخر فنقول مصطفى محمود حاول أنه يدرس البودية ويدرس فلاذا أعساس لعين التجربة لكن ما صلحت معها لأنه العلوم الشرقية تركز على الجسد الطاقة بينما نتكلم عن علم الوعي هو يحاول دراسة الباء ماذا صوته مسموع مسوع مسوع السمع بينما علم الوعي يعني يدرس الوعي كعنصر مفارق للجسد مش محدود بجسد مش محدود بمكان إنما هو ينتقل ثلاثي نقول ممكن على مركز الوعي ينتقل بأرجاء الوعي سألينا أشاركك أمير وأشارك الحاضرين معنا هنا معلومة أنا تعلمتها قريبا جدا من فترة بسيطة جدا لكن صنعت كل المنطق اللي أنا يعني في أوصات منطق كبير بناء تجاربي وملاحظات الشخصية المدى عشر السنة الآن في بعض الأشخاص يعني عندهم ميل طبيعي لمعادات الطاقة عفوا الطاقة ومتجر لأنهم أشخاص مديين بشكل كمير وعندهم معادة لحركة الوعي كنت أستغرب دائما من هؤلاء الأشخاص يعني ومن دوافع عن الشخصية فبعدين لما قد أقرأ لكتابات تشيكو شافير فرانسيسكو شافير وغيره يعني من الوسطاء الروحانيين بتكلموا عن نسبة الأرواح اللي هي الأرواح اللي تأتي للتجربة البشرية من كواكب نسميها الكواكب البداية أغلب الأرواح اللي تعيش في التجربة البشرية هي أقلية اللي هي السكان الأصلية اللي عاشوا في هذا الأرض ولازالوا يعيشوا فيها من ألاف السنين أغلب الأرواح اللي موجودة تأتي للتجربة الأرضية هنا أرواح من كواكب أخرى كواكب بداية الكواكب بداية هي خالية من الجمال يسودها قانون الغاب البقاء نفس اللي كان موجود هنا على الأرض قبل 2000 سنة أعفا 2000 سنة كان عندنا فصائل غير بشري بسموها هوم هابيلاس هومي إريكتاس وغيره يعني احنا الفصائلة تبعتنا مختلفة يعني الإنسان المعاصر فالإنسان الحديثي مختلف عن هذا الفصائل البشرية فهذا من الفصائل كانت بداية بمعنى أن حياتها قائمة فقط على قانون البقاء للأقوى ما بيدوك الجمال ولا الفلسفة ولا الإدراك لما يقع خارج الوجود المادي وكذا الغالبية الساحقة والأرواح الموجودة على الأرض يعني إذا اليوم بعيش مثلا 8 مليار سنة عفا تلتقل 8 مليار لنا السماء بيكون 6 مليار تقريبا منهم أرواح من كواكب بداية جاءت لتجربة أرضية لأجل الألتقاء والتطور فبتجد أن بعض الناس خلال تجربة الخروج من الجسد بتكلم عن ذكرياتهم في حيوات سابقة اللي بتتصل بحضارات قديمة زي البابلية أو أو القديمة أو الفرعونية وبعضهم الآخر لا بتحدث عن شياطين وعفاريت ومش عارف شو جحيم وكذا فأنا كنت واجدت صعوبة في فهم ليش هذا التنوع المختلف يعني في هذه التجارة الأشخاص دائما بصفوا هذا العوالم الجحيمية المرعبة المخيفة هم بصفوا العوالم اللي أتوا منهم لهذا الكوكب هم يعني هم يعتبروا ليسوا من سكان الأصليين لهذا الكوكب هم يعتبروا من كواكب أخرى بداية جاءوا لهذا التجربة وعرضية لأجل التطور والنوم فبتجدهم يعني إن كان لهم تجارب روحية طبعا هم بتجدهم يعني بميلوا لقانون القطيع هو قانون الحيواني يعني قانون إنه أنا مع الأغلبية إيش ما تقول أنا معهم فداما تجد أصحاب الوعي المتدني ومكري الطاقة وعدال وعي داما بنتعون هذا الفئة لأن هذا إنعكاس للبيئة أو العالم أو الكوكب الأخرى لأن الأرض مش الكوكب الوحيد إن لسي حياة عضوية فيه كوكب كثيرة والكثير من هذه الكوكب هي كوكب بداية يعني ما خرجت خارجنا طاقة اللي هي الحياة البكتيرية والعلماء بدأوا اليوم يتكلموا عن هذه الكوكب ويزعموا وجود اللي هي المئات من هذه الكوكب الآن أعتقدت خمسمية أو ستمائة كوكب الآن مكتشف محتمل فيه نوع من الحياة البكتيرية فأي عادة الحياة هدفها فقط البقاء على قيد الحياة ليس هدفها النمو ولا تطور ولا أي شيء آخر يعني أوكي دكتورة ما في أي مشكلة دكتورة أعتذرت يعني ما في أي مشكلة فأكمل النقطة هذه فأنا بس معهم أحيانا يعني لما أنا أقرأ طبعا شيكو شابيير هو طبعا بتكلم مع روح موجودة يعني في تلك في ذلك العالم يعني بتكلم مع يعني روح تعيش أصلا التجربة اللي هي بين الحيوات فعنده معلم يعني معلومات تفوق المعلومات اللي لدينا وشاركها بكل كرم يعني مع آآ مع شابيير وما عادة يعني في هذه الحالة لأنه وصلت روحه في النهاية آآ إمانويل يعني لانا تكلم عن إمانويل كروح يعني هو كان طبيب في البرازيل توفى يعني في بداية القرن الثامن عشر آآ وبعدين انتقل لعالم الأرواح لكن تواصل مع شابيير لنقل المعرفة اللي هو خارج الجسد آآ نقلها من خلال شابيير يعني عشانك استطاعي ألف عرب عمية كتاب الفكرة آآ إنه لما بعدين أخذت المعلومات بدأت أفهم لماذا هناك إنكر فضيع لبعض الأشخاص وخوف ورعب غير طبيعي من تجارة بالخروج من الجسد وخوف غير طبيعي من اكتشاف الحقيقة أو الواقع الأوسع لدرجة الإنكار التجربة الشخصية هذا الشيء سمعته أمس ظل راسخ في عقلي ظل راسخ لأنه حسيت إنه مهم جداً ويعني في أحد الأشخاص ما بحب أن أشخص يعني بس يعني أنا استغربت استعجبت جداً من كلام هذه أي أحد من كل الطاقة وعداء الوع على الفيسبوك على اليوتيوب عفاً تكتب هنا فتقول مثلاً إنه شخص بحاورني في موضوع الطاقة بقول لي أنا جربت الطاقة ولا تأثير لو سمحت لا تقول لي تجربة شخصية لو سمحت يعني التجربة الشخصية سيدنا إبراهيم عليه السلام اعتبر إنه يريد أن أرى كيف تحيي الموتى ليطمئن قلبي أعلى درجات العلم وأعلى درجات اليقين عين اليقين هو التجربة الشخصية كيف انحضرنا يعني هما طبعاً هم التابعين لإبراهيم اتباع اسمي ليس اتباع حقيقي كبيراً أو الانحدار الهائل طبعاً هذا الانحدار لا يمكن أن يكون لروح عاشت لسنوات طويلة هنا تجربة الأرضية ولا بتكون روح زبية فعلاً إنه ما استفادت كل ألاف السنين من هذه التجارة هذه بتكون أرواح واسدة إلى هذه التجربة الأرضية وفدت إلى هذه التجربة ولا تستطيع أن تفهم الرسالات القديمة للأشخاص يختلطوا بالعالم الروحي الحقيقي ولا يستطيعون يستفيدوا من السبرات والتجارة في ذلك العالم يعني بيحاولوا أن يجرون إلى الوراء يعني إلى الكواكب البدائية الوعي البدائي اللي هم أتوا منه بيحاولوا يجرون إلى الوراء ودائماً الأرواح اللي هي الآن تقريباً 33% اللي هي الأرواح اللي لازالت اللي هي الأرواح الحفظية اللي هي تعيش على الكوكب الأرض منذ عناف السنين بتحاول جرنا إلى الأمام الصراع إلى أن نصل إلى 50% إلى أن تصل الأرواح المتبطنة في الأرض إلى 50% سنبقى نجر إلى قوة الضنام والراجعية هذه إلى الوراء بالضبط للمشاكل هذه والحضار في الوعي الغريب المر فيه الآن في نظرية مؤامرة واحدة في الوجود هي هذه حسب رأي يعني غير كده سوريا أمير قاطعتك بس لأن هذا الموضوع قرأت اليوم وكنت بحضر بخل لهؤلاء يعني وفك ربطت الأمور مع بعض بس تفضل هو فعلا بس دائما نحن نقول الوعي دائما ما يشد الشخصة يعني وعي قيمة ما هو القائد في هذا العالم هو الذي يحاول دائما يظهر نفسه حتى بشكل ماد مثل التكنولوجيا الموجودة اليوم هي عبارة عن مزايا الوعي هي عبارة عن سمات الوعي لما تشوف الهولوغرام وما تشوف التكنولوجيا بأنواعها الوعي اللي هو حاليا لسه من طرفك إلى الآن عندي أيضا وعالم الإفتراض هذه كل هذه الحاونات لإظهار الوعي بشكل ماد وهذا الشيء فطري فينا يعني سواء حباء أحببت أو أمتحك الوعي ما زال يحاول يشدك إلى طاقتك وإلى قوتك الإنسانية الموجودة فيك ويحاول يقولك أنه موجودة وتكتر حتى في العالم المادي إبرازها بشكل ملموس فأكبر دليل على أن علم الوعي وإنبثاق الوعي وإسقاط الموجود إيه هذا التكنولوجيا الموجودة اليوم إيه أنش موجود نحر نفطة مية تضعك بالخير هذه النقطة اللي يسأل عنها بما أنه دكتورة مشت وفي هذه الأسئلة أنه بسأل هل البقية يعني أشخاص أنا الحين أنا شفير وكلامه طبعا أنا ما بأخذ على محمل الجد لكن يعني يتطابق مع ملاحظة الشفصية فهو بسأل أحيانا فيه سؤال هنا بقول هل الباقي الأشخاص هم عمال النور لا أم شرطي الآن أغلب الأشخاص ليش تجارب الخروج من الجسد مثلا متطفق على كل الحضارات والثقافات وكلهم بيتكلموا بنفس الكلام طبعا بالنسبة لمنكرية طاقة وعداء الوعي هان دليل أنه الشيطان واحد يبوس وسلهم شوف لوعد بوصل الخيال لكن لا هم بالنسبة لهم السبب أنه هذه طبيعتنا الحقصية يعني هي وهذا الجميل في الموضوع أنت بتخلط حرب أنت عارف مين المنتصر فيها الوعي في النهاية رح ينتصر يعني السالث الوعي المتقدم في النهاية رح تنتصر ممكن في حياتنا عادي نشوف الإشياء هذا ممكن لا مش مشكلة أنا سأكون موجود في الحياة بعد هذه الحياة بعدما تنتهي حياة تاري سأكون حالة بدور اجتماعي آخر في حياة أخرى ما عندي مشكلة في هذا المشكلة هنا أنه متى نوصل لهذا النقطة اللي نعدي فيها كسكان أصليين لكركب الأرض نعدي الخمسية في المئة مقابل اللي هما الوافدين الجدد هؤلاء البيتون من الكواكب البدائية بعد ما نوصل المرحلة هذه طبعا نصرتنا لقضايا البعض تكون مختلفة مثلا في حالتي أنا مجرد بالتجارة بالفروج من الجسد يعني موقن لحقيقتها واستعادة ذكرات روحية فسهل علي أن أتكلم عن هذه الموضوعات و أعلم الناس كيف يتطروج من الجسد و أنقل لهم ذكرات روحية و أساعدهم في النمو و التطور روحي و أفهمهم من الصراع الأرض و عبارة عن شو بتظلط و ليش إحنا موجودين و ما هو جوهرنا و ماذا سيحصل بعد النوات سهل على أمر اللي هم المعرفة أغلب الأغلبية الساحقة من سكان الأرض الأصليين ما بيعرف هذه المعلومة ما عادهم إدراك أصلا بهذا الشيء هم متشغلين جدا بهذه التجربة الأرضية و ممكن بيحتاجوا لعدة حيوان عشان يبدأوا يهتموا بجوانبهم الأرضية يبدأوا يهتموا بجوانبهم الأرضية ممكن يحتاج هذا لمئة سنة بعض الناس بقولوا أنه بعد ألف سنة لكن لو أنت قراءة كل الأشخاص الوسطاء الروحانيين دائما بقولوا أنه في مستقبل رح يكون مستقبل مثالي و أنه كل الأرواح المتدنية هذه رح تأتي ريح تأخذهم جميعا و يبقى فقط الأشخاص لهم الصالحين على هذه الأرض و تبقى الأرض هذه منارة للوعي هذا سيحصل هذا يقينا سيحصل لكن يحتاج إلى وقت بعض الناس بقولوا ألف سنة بعضنا بقولوا ألفين سنة بعضنا بقولوا عشر سنة أشخصيا ما بعرف لكن أنا موقن أن هذا الزمن رح يأتي و حتى أكثر الناس شراسة طبعا الناس الشراسين هدوها في معادات الوعي و هما لن يعودوا للحياة الأرضية هذا مرة تانية خاصة الأشخاص للأشرار جدا ما برجعوا للحياة الأرضية يعني بتم منعهم من العودة إليها فهما بحق يعني هذه مرحلة مؤقتة لازم نعرف بس أنا بحكي ذلك حتى الموجودين معنا الآن في البات إذا أنت بتشعر في داخلك هيك أن هذه الرسالة توقظ شيء في داخلك أنت جزء من الأقلية حاليا إحنا جزء من الأقلية الأقلية اللي استيقظت يعني مدركة لحقيقة الموضوع و مدركة لما يحصل طبعا لازم تفحص دائما داخلك وتعرف إحنا جزء من الأقلية وحنضرنا جزء من الأقلية لفترة معينة 33% عددنا حاليا 70% هدول الغرباء جايين فترة هنا بالوعي البداي تبعهم حتى يسحبون معهم فهذا اختبار إلينا واختبار إليهم اختبار إليهم لتطور الوعي عندهم يبدأ ينتقلوا للوعي الأعلى درجات أعلى واختبار إلينا كيف نستطيع التعامل معهم ونستطيع نحنا نتساعد ونستطيع نحنا نسهم أو نستوعب وجودهم لأنه في النهاية كنا أرواح مهما كان درجات التطور يعني درجات بداية ومتقدمة فهي درس إلينا جميعا التجارب هذه الحسية الجسدية كلها تجارب المادية هي مجرد تجارب إلينا كأرواح نبحث عن المشترك على في مقابل الإختلاف لما تستوعب الموضوع هذا طبعا لما تستعيد ذكراتك الروحية وشيء مختلف تماما تستعيد على أعتقد أنه من أعظم التجارب يمكن أن يختبر الإنسان لما تستعيد اسمك القديم يعني تعرف اسمك في الحياة السابقة تستعيد ذكراتك بالضبط إيش اللي صارت يعني في حياتك السابقة فتدرك أنه حياتك الحالية هذه إكمال الحياة السابقة ومصير التطور هاي لجنة في الوراء أعتقد أنه هذه معلوء يعني لا تقدر بثمن لأنه هذا المعنى الحقيقي لوجود أي شيء آخر هو هراء وتفاهم يعني أشانت من صادق لأن حتى الكون كله وحسب عالماء الفيزياء رح ينتهي بعد مليارات السنين رح تتبعد الذرات عن بعض البعض ويدخل الكون في إشي بنسميه التجمد السامبدي أعتقد أنه الذرات تتبعد بشكل كبير ونخبض حرارة الكون إلى درجة التجمد يعني فما في أي شكل مشكل حياة حيبقى الأرض هذي اللي بنعيش فيها رح تبادل بعد أعتقد أربع مليار سنة حتتمدد للشمس لشي ما نسميه ريد جايينت أو العملاقة الأحمر وتبيد كوكب الأرض وكل الكواكب الموجودة للمجمع الشمسية الداخلية فأصلا حتى الحضارة البشرية في يوم من الأيام كلها ستباد يعني يعني فإذا كان في أي معنى أو قيمة مرتبط بشياء الأرضية إذا ليس له معنى سيباد الشخص بيبحث على المعنى والقيمة والجمال في الأشياء المادية المرتبطة هنا في كوكب الأرض لن يعثر عليها ما فيه هذا وهب كله سيباد في النهاية ما نعثر عليه هو في الحقيقة أو العالم الغير المادية الذي ننتميه دعا ف أخي إش رايكم نرجع للأسئلة والسفسرات خلينا نرجع للأسئلة والسفسرات لأنه صراحة في إحنا أسئلة 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 أنهم تخرج الروح من الجسد شبه يخرج كابل وما فيه خروج الدخول هذا الأسئلة ما فيه خروج الدخول لأن الروح ليست شيء مادي لا تخرج وتدخل يعني لكن تتصل بالجسد المادي أو تنفصل عنه ممكن نسميه يعني أعتقد أنه أكثر يعني قرمان للحقيقة The Soil Movie هذا ليس الموفي أنا تكلمت عنه ليس هو The Soil Movie أنا تكلمت عنه The Astral Astral City Spiritual Journey طبعا أو اسمه No solar No solar ممكن تبحث عنه وتجده أوكي فهذا الفيلم ممكن تجده دعواني بس دعواني بس دعواني بس المتخفص المتخفص من المتخفص في كل الأحيان يتذكر تساد خروجه من الجسدérie عندما يعود لعاء حنتكلم عنه إن شاء الله في لقاءات قادمة لا يتذكر الشخص أغلب ما يمر به من تجارب الخروج من جسد لسنتهي تقريب عن سمين ضي لنا بس 12 دقيقة نعم يتفعك للصبر والزغد والحيا حبة رومان نعم صحيح أنا أتفق معك الصوت واضح لجماعة ما بعرف اللي معنا سمعين الصوت نعم هو جويس نعم فيه أشخاص طلبوا اسم الفيلم فأنا حطلهم اسم الفيلم معلش أوكي طيب يتفعك للصبر هذا الكلام نعم أتفق معهم يتفعك للصبر والزغد بالحياة نعم لما أنت تنظر للحياة المادية على إنها جزء ليس وجودك الحقيقة هو جزء من وجودك يعني هو أنت تجربة أرضية يعني مثل شخص يدخل للمدرسة المدرسة الابتدائية في بعض الناس أعتقد مثلاً من المدرسة الدائية سعيش فيها إلى الأبد وفي بعض الناس لا أنا سعيش فيها مرحلة بعدها ننتقل إلى مرحلة أخرى تمام؟ الأشخاص الأرواح المتقدمة إن لما تدرك طبعاً تاريخها الروحي وتخرج من الجساد وتقابل المساعدين الروحانيين وتختلط بالعالم الربحاني ويسير فيه هذا الحوار اللي عم يقتمدها تستعيد تكراريتها تبدأت عم تحافظها للتجربة الأرضية إنهم مجرد تجربة لكن الأشخاص اللي أمهم بخوضة للتجربة على إنها العالم الحقيقة وعندهم شك بوجود عالم آخر راح تكون تجربتهم جداً ضيقة وهذا بالطبع لن يستطيع أن يعطيهم أي معنى للصبر أو الزهد بالحياة وهذا الإشي أنا كنت أسأله يعني أنا كنت أعتقد للعمان وأحكي شيء يعني مصارحة هيك روحية أنا كنت أعتقد في البداية كنت ألوم دائماً حظي أنا كنت أعتقد أن أنا حظي عاثر تمام؟ وكنت أعتقد أنه يعني أنا ما ولد في الظروف يعني مثالي أنا ظروف سيئة جداً فكنت تستغرب من مالي للأمور الروحانية وتقول ليش بخوض دائماً تجارة وحية عميقة جداً معني لا أقصدها ولا أريدها ولا أهتم فيها فوجدت في النهاية أنه لا أقصد يعني أنت بتعتقد دائماً أن حياتك عليمة المعنى والقيمة وأن تغارق وسط مليارات من البشر وأنك مجرد تفاعل بين ظروف الحياة التي لا تتحكم فيها أنت ضحية للظروف اللي حولك لكن الحقيقة الحقيقة العكس ذلك أنت وجودك هو الحسيس وبالظروف هذه كلها وهمية هي مجرد توافقات معينة تمحي الصعب قبل وجودك حتى للحياة فلما تدرك أن وجودك سابق لهذه التجربة وسيستمر بعده بساعتك على استغلالها بشكل أفضل وهذا صارت لما يعني هذا الفرق بين الأشخاص الأرواحيين والأشخاص العاديين طب العروحية مجرد هي عقيدة لما تبدأ أن تشوف الأشياء في حياتك اليومية تمام؟ تبدأ تولي الانتباه لها لأنك تعرف أنه لا شيء يحصل صدفة فلما تجد التجربة السيئة تعرف أنه الهدف هو أنك تكتسب الصبر قيمة الصبر ترفع عندك غير أنك أنت تختبر هذه التجربة وتعتقد أنك ضحية إذا كنت تعتقد أنك ضحية إذا لا شيء يمكن أن تفعله كان سيغير النتيجة بالتالي ما في شيء ممكن تتعلمه أنت مجرد نتيجة وليس سبب لكن إذا كنت تنظر أنه أنت موجود سابق لهذا الوجود المادئ وستتبقى بعدك إذا تعطقد أنه ما بين هؤلاء هو توقع معين لروحك لأنه روحك سابقة للزمن أكيد توقعت هذا وجود هذا الشيء ووضعته لسبب معين ففي هذه الحالة أنت تستطيع كإنسان كجزء من روحك أنه تستطيع أنك تفهم أنه هذا موجود لمعنى أو غاية أني كانت التجربة وهذا يعطي حياتك ميزة وقيمة وأهمية أنا لا أعرف إذا الناس اللي معنا مستشعرين أهمية الموضوع بس هذا يعطي أهمية وقيمة هاي للمعنى سواء تكون حياتك جندي قائد عسكري رئيس دولة زبال عالم فنان مهم رجل مرأة طفل مش مهم هذا كله ما إله أهمية الأهمية هي تجربتك البشرية الحالية إذا كانت أهميتك أن تعيش مثلا كرجل أو مرأة أو طفل أو عالم أو زبال هذا هو المهم أكيد هذه رح تمنحك الصبر والزوت للحياة لأنها رح تعملك تواصل مع ذاتك الحقيقية وتفهم ليش أنا بأخذ التجربة هذه ممكن أنا أكون طاغية تمام؟ في حالة الصابقة زي صدام مثلا كنت طاغية وبعدها الحياة في التجربة الأرضية هذه لازم أكون شخص مقموع عشان أعرف إيش يعني أكون ظالم بعد المظلوم أقدر أفهم الشعور هذا ولا كيف حقدر أسيطر عن شعري وحسيسي وأفكاري فهذه كل نطاق في النهاية هذا كل هذه التجربة أرضية هدفها في النهاية نختبر كل الطي في التجربة البشرية كاملا ما في إنسان بيطلع مظلوم اللي بيطلع مظلوم بس هو اللي ما بنفتح على ذاته وعزي دينكت الشخصية فقط غير هيك ما في ما هي الطرق للوصول لسقاط النجمي في تقنيات كثيرة أتكلمت عنها وعندي دورة في فبراير القادم وبنصحكم تنضموا إليها اللي حابب فعلاً ياخدوا الإسقاط النجمي في دورة استخدصتها في فبراير القادم نضموا إليها وسجلوا فيها من بدري وإن شاء الله رح نتكلم ونناقش عمل إليها زي ورشاة عمل ونناقش فيها كل الموضوعات الخاصة بالخروج من الجسد من التقنيات إلى المخاوف إلى التجربة المباشرة إلي كل شيء اسمي فيلم موضوعاته هل صحيح أننا نختار طبيعة حياتنا وأهلنا على الأرض قبل الولادة طبعاً هذا الكلام نعم صحيح إلى حد ما كيف إلى حد ما أغلب حياتنا مقدرة سلفاً أنا بحكي لكم طبعاً من التجربة المباشرة الآن هذا ما عندي دليل عليه أغلب حياتنا مقدرة سلفاً الغالبية الساحقة منها النقاط الهامة في حياتك يعني مثلاً أن والدك يموت مثلاً في مرحلة مبكرة من طفولتك تأثير البيئة الخارجية والله في كلام كثير أحكيه بس ما في وقت كافي أوكي عندي خمس دقاق خارج الجسد أنت عندك قدرة أنك تشوف الزمن طريقة مختلفة وعندك قدرة أنك تنصق مع الأرواح الأخرى اللي بتخوض مع التجربة الأرضية بما فيها أبوك وأمك وأخوك وأخوك كل الناس اللي حواليك عندك قدرة تنصق معهم وإلا إذا فيه شخص هو اللي برسل بمسار حياته حياته من الآخرين فيه شي بسموه يعني الأرواح بتخوض التجربة الأرضية مع بعض فبينصقه مع بعض أوكي وكل واحد بنصق بما يتناسب مع برنامجه التطور يعني فيه أحد بنقصه مثلاً يتعلم الصبر فبيخوض تجربة فيها الظلم فيه شخص بنقصه مثلاً يتعلم السيطرة على غضبه فبيلعب دور الظالم هي زي مسرحية نستفيد منها جميعاً فتنصيق هذا بيتم قبل في المسافة اللي بين الحيوات يعني بين الحياة الصامقة واللاحقة فبيصير تنصيق فيه فأغلب حياتك هو مرسوم سلفاً ما فيه شي ممكن تعمله حياله تمام لكن هذا ليس يعني لا يعني أنك أنت حتنجح وترسل ممكن أنت تخوض كل التجارب اللي أنت رسمتها سلفاً لكن تفشل فيها جميعاً وتقلب كفيك على ما ضيعته في هذه الحياة وتعود حياة ثانية ترجع تخذ الحياة الأرضية مرة تانية وتتعلم دروساً أنت ضيعت الوقت فيها هذا بحسن تمام؟ لكن ممكن أن أنت ترسم هذا المسار وتستفيد منه مش هذا المهم المهم أنك تجد المعنى والقيمة في أي مسار مهما كان أوكي؟ يعني عشان هيك معنى وقيمة الحياة بختيف من شخص إلى آخر عند الأم مثلاً معنى وقيمة حياتها ممكن يكون رعاية أطفالها مثلاً تمام؟ لكن هي ليست مرأة ولا رجل ولا طفل إن هي روح ثالدة سابقة للوجود في هذا المنسى اللي بيعتقد بأنه البشر المتساويين في ظروف حياتهم بمعنى القيمة والوجود إنسان مسطحي في التفكير صراحة لن يمكن أنك تقارن إنسان يعيش ضنك العيش ويقاتل طوال حياة الأجل لقمة العيش تقارنه بشخص مثلاً ولد في بيئة مهيئة أو كل الظروف والحياة وكذا علم النفس هنا في هذا المنطقة على الفكرة أغلباً ولد في بيئات فقيرة ومعدومة ينشأ على الجريمة وعلى القتل هذا مثبت علمياً يعني كم عدد؟ أعطيك مثال يعني بسيط جداً إنه تسعين في المئة من الذين يولادون على الدين يموتون عليه تسعين في المئة إذا أنت ولدت مثلاً عن المسيحية ستموت عليها أو البوذية ستموت عليها أو على الإسلام ستموت عليها تسعين في المئة يعني البيئة تأثير البيئة أكيد له تأثير هائل جداً إذا بتعتقد أن أنت مجرد عن تأثيرات البيئة أو الأحداث التي سابقة لك في الوجود أنا أضحك على نفسك أكون صريحاً أكون صريحاً لازلت أضحك لأنه كان في شخص ذيك كان يعتقد أنه أنه في عدالة كونية معينة أنا مثلاً عشان أنا فقير أنا عندي راحة البال والغني عايش دايماً هيك مضطرب وخلقان أنا بعرف كثيراً أغنياء مرتحين البال يعني على فكرة هذه كلها روايات وقصص مضحكة بنقنع أشخصنا فيها إذا عجبني في الأرواحية والكونشينتروجي بشكل عام أن هي مقنعة عقلياً يعني بتتوقف عن التفاهات وعند الكلام السخيف وتدخل في التفاصيل الدقيقة اللي ما كانت متاحة للناس سابقة من ناس قبل 2000 و 1400 وكذا سنة في الماضي كانوا أشخاص محدودين في الوعي ما كانوا قادرين على استعاب المفاهيم العميقة والتحددية اللي متاحة إلنا اليوم فالأرواح تنقل إلينا وتجاربنا المباشرة في الخروج من الجسد تنقل لنا معرفة محددة جداً لدرجة الأرقام الدقيقة جداً يعني أعتقد كان ذكر عدد أرواح بالضبط الموجودة سارج المجال الأرضي 22 مليار روح اللي هي المتجسدة وغير المتجسدة يذكرون لك بالضبط نقاط معينة موجودة في الجغرافية البشرية اليوم والجغرافية الأرض تحديداً ما كنا قادرين على استعاب أصلاً بعض الناس قبل 2000 سنة كان يعتقد المسطحة أصلاً فإحنا في مستوى وعي مختلف تماماً الآن عن اللي كانوا عايشين زباب عشان هيك في أشياء ممكن نبدأ لنستقيم منها ونستفيد منها الآخرين كانوا محرومين آآ طيب ليس عند يموقع القيام بالأسقاط النجمي بسبب العمل المرهب هذا الجميل الأسقاط النجمي يحصل خلال النوم يعني أنت كل يوم بتضيع ثمان ساعات شاش السوداء ما تماغس في أي شيء بدلاً ما يضيعوا الوقت في النوم لاثن ساعات طلت حياتك ممكن تماغس في الأسقاط النجمي أي يعني أنك توعم بتتجاب الخرش خلال النوم نزلار او 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 موجود موجود على الانترنت نزلار ممكن تكتب اسم الاسلام كتبته اكثر من وراء مش عارف لاش الناس طيب كتبت اسم الاسلام مرة ثانية ما بعرفه ده واضحة من هو المنصق او المخطط لحياتنا هل ممكن ان نقوم نحن او ما نرشم مسار لحياتنا فيه طبعا كل مجموعة روحية طبعا هذا هتتعلمهم بعدين بس عندما تخرج من الجسد هتتعرف على ايشي بنسمين او المنصق الروحي المنصق التطوري هو بنصق بين الارواح المختلفة لانه انت ما بتخذ التجربة الارضية لوحدك بتخذها مع مجموعة من الارواح الاكثر روح متقدمة بين هؤلاء بسموه الافليوشنس او التطوري وهو المسؤول عن تنصيق الادوار هذه زي قائد الاركسترا هو بنظم ان انت في هذه الحياة انت حتكون والد هذا الشخص في الحياة القادمة حتكون انت ابنه في الحياة اللي بعدها حتكون انت اخوه وما شبه فانت حتى بتصير قابل هذا الشخص او هذا الروح المتعمقة جدا وبتصير تنصق معها حتى الحياة القادمة اللي كيف حتصير الحياة اللي بعد هذه الحياة من شدة التواصل مع الحقيقة في هذه الحالة فالأفليوشنس هو المسؤول عن هذا الشيء كل ما اركز على عينك ثالث وشاهد مشاهد غريبة بس يكون نظر في اني ارامل ستار مفقوب ممكن بعض الناس عندهم موهبة طبيعية لكن ضعيفة لانه ما بيمد وقت كافي وجهد كافي شكرا جزيلا على مشاركة عن هذا معلومات القيمة واهلا وسعرون الشرف لان اسم الكتاب لانه ما يظهرني سبحان الله اسمه The Astral City A Spiritual Journey مش عارف لاش ما اظهر عندكم سبحان الله ابن رزيلا عم اوكي طيب خلينا نختم هنا لانه اتفقنا ما يزيد البث عن هذا الوقت اذا حد حابب يضيف اشي يضيفه امير او دكتور عمر اذا كنت ضيفه اشي يضيفه اوكي بس اعبس مع شدين على فكرة التجربة الارضية التجربة الارضية مهمة جدا كثير عندنا حالات نحن نسموه حالات الجنون اذا انت حالا كنت تخرج من هذا العالم للعالم الاثير فقط امراض الجنون الى اليوم المعادة لا يعلمون لها سبب وانا ارجح بالاغلب انا مش خاص غادروا هذا الجسد بوعيهم وجسدهم اصبح بلا قيم استخدم تجربتك الخارج مادية لاشراء الواقع المادي حقك لا تحاول ان كنت تستفسط التجربة الارضية هذه التجربة الارضية موجودة عشان ترتقي منها مش عشان ان كنت تشعر بالبرلمية فقط فاستفيد من الوعي في عالمك الواقعي بادات العالم الثيري او خلينا نقول العالم الخارج مادي وشكرا خلق الله اتفق معك والله يا عمار يا اميرة اتفق معك تماما بهذا الكلام فضل عمر الله يعطيكم العافية انا فقط بدي ضيف مع علوم الصغير اكيد مشاهدة الافلان او الروابات اللي بتحكي عن موضوع الاسقاط النجمي هي بتشجع الواحد كتير انه يتعلم عن هذا الموضوع فممكن يسكر لهم ان كان فيلم يتحدث عن هذا الموضوع مثل الفلم اللي انت ذكرته حضرتك في فيلم اسمه رسيديوس في فيلم تالي اسمه out of the parade في فيلم تالي اسمه awake وفي فيلم كبار اسمه سولاريس يعني في عدة افلام ما بعرف انا بشجع انه اللي بشوف مثلا افلام عن اسقاط او او روايات انا هلأ روايات عن الاسقاط النجمي مو بذهني حاليا فازأنتو في عندكم روايات مثلا لانه قصص كتير بتشجع على موضوع التعلم فازأنتو سواء الاستاذ اميرة او الاستاذ محمد في روايات مثلا انتو تعرفوه وتذكرينه بتحكي عن اسقاط ياريت تتفيقونا وشكره في اه بتحب تشاركنا امير ببعض الافلام او الروايات حول الخروج من الجسد حليب الله لا استحضر لاكو اذا انتك نستطيع والله انا احكي لك بس الاشيار يعني اه اللي انا صدفتها اه يعني هو هذا الفيلم اتكلمت عنهم بنصح الناس في The Astral City بنصحهم فيه بنصحهم برواية ثمانية بس عشان اكون صادق لازم اطلع الرواية اخذك معنا بس ثمانية اه اه اوكي ثمانية لازم اطلع من هذا الجهاز عندي جهازين اه ها طيب اوكي في عندي هذا الجهاز هذا اللي تكلم عن العصر الحديد فيه رواية اه بنصح طبعاا اه بنصح طبعا لكتابات اه امانويل سويدنبورغ بنصحها بشكل كامل فنكنك تقراءها كلها فنرين نرى في اه دي بلاسك دي بلاسك اللي هو الرواية الفرنسي بنصحك تقرأ في لويس لامبورت لويس لامبورت هو رواية بتحكي عن شاب عبقري كان ضعيف ومن طويل منذ طفولته وكان عندي اهتمام غريب بالميتافيزيقة وطبيعة الروح وكان يفتبر حالات من الخروج من الجسد واعتقد ان هذي رؤى للعالم الروحي وان الله يعمل على انتاج كتاب حول هذا الموضوع كان راح الصوت اوك اسم الرواية اسم الرواية لويس لامبورت والصوت وصل لويس لامبورت اي 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 ارسل اوك بحطوكم اياه ممكن تقرأ الرواية هذه الارواحية ان جنرال يعني اي اوان بيصحكم تقرأوا لقذ با بنصحكم تقرأوا له38 براين فوستر خاصة كتابه 21 Disclosures from Spiritualism و Spiritualism 101 بنصحكم تقرأوا هذه الكتب وهي يعني أغلب الأشياء شفتها خارجيسات تتوافق مع هذه الكتب مع هذه الكاتب و معه الأنكاردك والأرواحية الجدر يعني فبنصحكم تقرأوا إليهم دمام إن شاء الله في اليوتيوب ربما نرفع الفيديو رح أضع أفلام أكثر و أشعر أنه متوافق معها أو أعتقد أنه متوافق مع المشاهدات خارجيسة توكيا طيب بتحبوا خلص نختم نحن حين أنه ما في وقت معلش هنختم شباش كل كنين الكلم معنا كل اللي ببعثوا قفص وائل وتوركي شكرا جزيلا يا توركي ويا وائل على كل القفصات الجميلة إن شاء الله هذا البث بيكون نسجل على اليوتيوب بشوفكم عليه وبشوفكم إن شاء الله في اليوتيوب وبذكركم أنه في إن شاء الله دورة في الخروج والجساد أو الزقاط النجوة ستكون في فبراير يعني ما تضيعوا الفرصة خليكم موجودين في هذا الشعر يكون هنا تجربة الجميلة إن شاء الله في فبراير القادم وإن شاء الله بكون معكم في هذه الدورة وبيناتعلم مع بعض الفروج والجساد ونقل المعرفة من المؤتقدات وتصورات إلى تجربة الشخصية المباشرة حتى ذلك الحين بشكركم بشكركم الضيوفي وأشككم إن شاء الله في البثقة امتحياتي لكم جميعا ترجمة نانسي قنقر